وطبعا أنا عايز أقول لحضراتكو في هذا الخضام مصر نجحت أني بعندها علاقات واضحة مع أمريكا واضحة ليست علاقة قوة عظمى ودولة لا 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 مصر ليها سياستها وليها قوتها وليها تواجدها وأي حد بيتكلم غير كده مش فاهم حاجة وإلا لماذا كلما يعني حدث شيء زي ما كان بلينكين عندنا جاي ليه جاي ليه إلا زي ما كنتش انت انفلوينسر وبينما أتحدث الآن اتصال بين بايدن وبين الرئيس عم فتاح السيسي وعايز أقول حاجة بين قصين واضحة مصر وهو عد صده حاجة غير كده وهو عد صده حاجة غير كده لا تقبل أي مساس بالأمن بتاعها على حدودها مش ورا حدودها يعني فيه ناس بتحاول تروج إنه ايه طول ما الحدود لا مصر لا تقبل مصر مصر لا تقبل بأي مساس بأمن حدودها وأمنها القومي وعمقها القومي مصر دولة عظمة في المنطقة بتاعتها فمحدش يقدر يقرب لأمنها القومي كله أمن مصر وأنا قلت الكلام ده كتير قبل كده ما تجيش تقولي بقى أصلاً أنا مش عارف عايز أعمل إيه هنا أصلاً أنا حركب بورج هنا أنا مفيش كلام من ده مصر ما عندهش كلام ده أصدقاء واتفاقيات وكل اللي أنت عايزه إنما باجي عند حد واضح كده أنا لي سياسة أمن استراتيجي وعمق استراتيجي وجغرافيا سياسية أنا أعرف معنى التخوم أعرف معنى الحدود أعرف معنى الجيران أعرف معنى الأمن دي مصر على مدى السنين من قام أحمس قول اللي أنت عايزه يعني عندك مشاكل عندك تحفظات اللي أنت عايزه بس تيجي عند الحتة دي بصوا جماعة في مصر هناك دايماً بقول أسئلة إجبارية للدولة المصرية والأي حد حكم مصر من أهم الأسئلة الإجبارية سيناء ترجمة نانسي قنقر